موسيقى مشاهدين أهلا بكم في نشرتكم الاقتصادية والتي نستعرض فيها أبرزة وآخرة أخبار الاقتصاد بداية أكد ولي بنك المغرب عبدالطيف الجواهري على الأهمية الحاسمة لإعداد وتأطير المقاولات الصغيرة جدا والصغرة والمتوسطة قبل تفكيري في الانتقال إلى المرحلة الجديدة من إصلاح نظام الصرف المرن وأبرز السيد الجواهري أنه رغم العديد من الشروط المسبقة مؤتية لذلك إلى أن الفاعلين الاقتصاديين وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرة والمتوسطة غير مستعدين لهذا الانتقال وأوضح السيد الجواهري في هذا صدد أن الانتقال إلى نظام سرف ملن يستلزم تعديلات متكررة لسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي دفاعا عن العملة الوطنية وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على أسعر الفائدة التي تطبقها البنوك على المقاولات الصغيرة جدا والصغرة والمتوسطة وبقية الزبناء أبقى دائما برباط حيث تم اطلق والية جديدة لدعم وتمويل تسريع تأهيل مؤسسة الإيوائية السياحية المصنفة تحت مسمى كاب هسبتاليتي وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وتهدف هذه الآلية التي تعد ثمرة اتفاقية بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية وصندوق محمد نسدس للإستثمار وشركة المغربية للهندسة السياحية إلى بلوغ 25 ألف غرفة ويحدث تأثير متوقع بحد أقصى قدره أربعة ملايير درهم من الاستثمارات وتمثل كاب هسبتاليتي خطوة حاسمة نحو تحديث الطاقة الإيوائية بالمغرب استجابة لزيادة المستمرة في عدد سياح الوافدين وتأهبا للأحداث الرياضية المقبلة حيث يتطلع المغرب إلى تقديم استضافة ذات جودة عالية وفي خبرنا كان ينظم مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والبنك الدولي ندوة غدا برباط لتدارس ومناقشة نتائج وتوصيات السياسات العمومية المنبذقة عن الأبحاث الحديثة حول سوق الشغل بالمغرب وذكر المركز والبنك في بلاغ مشتركين أن الهدف من هذه الندوة يتمثل في توضيح هذه الرهانات في ضوء أحدث الأبحاث حول سوق الشغل هذا ومن المنتظر أن يتم خلال هذه التظاهر عرض حصلة وفاق حكامة سوق الشغل ثم سيتطرق المتدخلون والمشاركون إلى العلاقة بين النمو والتشغيل الحسمة لفهم ديناميات سوق الشغل بالمغرب وسياقة سياسات عمومية فعالة ليتناولوا بعدها التحدي المتمثل في التمكين الاقتصادي للنساء نتابع الآن مشاهدنا بأسعار النفط التي سدها استقرار نسبي اليوم وذلك بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية عززت مخاوف من تبطئ الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم فبعد هبوط في وقت سابق تحولت العقود الأجلة لخامي برينت إلى الارتفاع قليلا بمقدار ثلاثة وأربعين سنتاً أي ما يعادله صفر فاصل خمسة بالمئة إلى خمسة وثمانين دولاراً وثمانية وستين سنتاً للبرميل وزادت العقود الأجلة لخامي غربي تيكساس الوسيط الأمريكي اثنين وأربعين سنتاً إلى واحد وثمانين دولاراً واثنين وثلاثين سنتاً للبرميل هذا وسجل الخمان القياسيان ارتفاعاً طفيفاً عند التسوية يوم أمس وفيما يخص أسعار الذهب فقد استقرت اليوم بعد انخفاضها لأدنى مستوى لها في أسبوعين في الجلسة السابقة وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية بحفر عن مؤشرات حول مصاري خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند الفين ومائتين وتسعة وتسعين دولاراً وخمسة وخمسين سنتاً للأوقية بعدما انخفض أمس إلى أدنى مستوياته منذ العشر من يوليو وتراجعت العقودة الأمريكية الأجلى للذهب بصفر فاصل واحد بالمئة إلى الفين وثلاثمائة وعشر دولارات وعشرين سنتاً هذا وحوم الدولار قرب أعلى مستوى لهم في ثمانية سبيع مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى نكتفي بعد القدر مشاهدين الكرام نلتقي بعض قليل في موجة الزن لأهم الأنباء دمتنس يا مدلع شكراً شكرا